صرخة يا عمال العالم التحدى التي أطلقها مؤسس النظرية الاشتراكية كارل ماركس كانت عنوان ما يعرف بالصراع الطبقي لمنتصف القرن العشرين ولكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول أنماط العلاقات الاقتصادية السياسية نحو قيم السوق المفتوح أو ما يعرف بالعولمة التي استتبعت التطور التكنولوجي ما زالت مشاكل العمال قائمة في مناطق كثيرة في العالم وبات الاحتفال بالأول من ما يؤيار فرصة للتذكير بهذا الواقع مظاهرات ومسيرات في مناطق مختلفة من العالم يحييها العمال والاحتجاج يتراوح ما بين ظروف عمل صعبة وأجور متدنية كما يقول العمال فالعامل في الفلبين يتقاضى نحو دولار ونصف عن كل ساعة عمل بينما في البرازيل يتقاضى نحو خمسة دولارات ولكن في اليونان ثلاثة عشر دولارا أما في الولايات المتحدة ثلاثة وعشرون دولار بينما يزيز دخله في الدنمارك عن الثلاثين دولار ولكن تثار أيضا مسألة ترتبط بظروف السلامة العامة للعمال حيث يشكل كثير من المدافعين عن حقوق العمال عن انعدام مثل هذه الظروف لعمال يعملون وفق كلفة رخيصة ويزودون المستهلكة في الدول الغنية بسلع تباع بأثمان غالية لتثري أصحاب رؤوس الأموال وكذلك يساهمون في تنمية اقتصادات محلية في ظروف عمل صعبة ولكن بالمقابل فإن النشاطات العمالية التي بدأت بالغرب كضمانة ضد التمدد الشيوعي خلال حبة العرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي شهدت تطورا في الدفاع عن حقوق العمال وقضاياهم كما أن التوسع في فتح المصانع في الدول التي توصف بالنامية من أصحاب رؤوس الأموال وفتح المجال أمام الهجرة الاقتصادية وفر فرص عمل ما كانت لتتوفر لهؤلاء العمال يحاجج أصحاب رؤوس الأموال مراجش ششاني بي بي سي